أحيات حركة أمل ذكرى العاشر من محرم بمسيرة عشرائية في شارع معوض في الضاحية الجنوبية تقدمها حملة الريات والفرق الكشفية نائب رئيس الحركة هيثم جمعة دعا في كلمته إلى المبادرة فورا من أجل إعادة إنتاج النظام السياسي وإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية والإسراع في تشكيل الحكومة كي تنهض بالاقتصاد إننا نؤكد على حق الشعب اللبناني وعلى حقنا في العيش بكرامة وهدوء بعيدا عن القلق والخوف ينتظر أجوبة عن الكهرباء والإنماء ويسأل أولا وآخرا عن كرامته المهدورة أمام أكوام النفايات وفي زحمة السير وفي عتمة الكهرباء والموت على أبواب المستشفيات وشدد جمعة على ضرورة الخروج من البزارات الضيقة ومن الشخصانية الجامدة من أجل مصلحة البلد